النهاردة حبيت أبدأ بحاجة دايماً مرتبطة عندنا بحلويات رمضان وهي الأطايف اعتبروها كده الموسوعة الشاملة للأطايف هوريكوا كل أشكالها هنعملها بأحجيان مختلفة ووريكوا إزاي تطلعوا العجينة بيرفكت وتكون مظبوطة جداً ياريت لو حبيتوا فيديو النهاردة تعملوا لايك ولو لسه مشتركتوش في قناتي اشتركوا ويلا بينا نبدأ على طول في الوصف أول حاجة هنبدأ بالمأدير أنا جربت كل المأدير اللي تتخيلوها وغيرت في المكونات عشان كنت عايزة أشوف إيه أكتر حاجة هتديني أطايف طرية أكتر نتيجة حبيتها هي الميكس ما بين الدقيق الأبيض والدقيق السميد أو السيمولينا ده اسم من أسمائه وهو نفس اللي بيستخدم في الحلويات الشرقية في البسبوسة والحاجات دي تاني حاجة هستخدم معلقتين ونص كبار من السكر عشان يدو لون حلو للأطايف وطبعا طعم بس المهمة قوي عشان اللون ياخد لون دهبي خفيف من تحت بالنسبة بقى للمواد الرفاعة هنحتاج الخميرة الجفع والبيكينج بودر والبيكينج سودا اللي هي كاربوناتو سودا أو الكاربوناتو وتبقى موجودة عند العطار نوع الأطايف اللي بيتعمل بالخميرة مختلف عن اللي بيتعمل بالبيكينج بودر بس وهقول لكم على الفرق بينهم وحنا بنشتغل وآخر حاجة من المكونات الأسسية هي المية جربتها بالحليب وبرضه ما حبيتش النتيجة المية هتديكوا قطر أطايف زي اللي بتشتروها مبارا وبس دي المكونات بتاعتنا وهسيب لكم بقى اختيار النكهة اللي انتو عايزين تنكيه بها الأطايف ممكن ندوب في المية شوية زعفران ممكن نحط هيل ممكن نحط مية ورد أو مية زهر ممكن نحط شوية فانيليا لو مستخدمين فانيليا جفة خلطوها مع المواد الجفة تقدروا تستخدموا أي مناكه تحبوه أنا عجبتني قوي إضافة المحلة بالمطحون برضو بيبقى موجود عند العطار بحط منه كمية صغيرة بيبقى بودر كده وبحط كمان شوية ماء زهر أو ماء ورد بيدو نكهة وريحة حلوة قوي لأطايف طريقة التحضير بقى سهلة وسريعة جدا ما بتخطش أي وقت حطيت في الأول السميد وتحنت شوية عشان أتأكد بس إنه يبقى أنعم شوية صغيرين ممكن نعملها في الكبة أو محضرة الطعام أو حتى الخلاط وبعد كده زودت كل المكونات اللي احنا قلناها في الأول الدقيق والسكر والمواد الرفعة والمية كل حاجة على بعض وأخلطها وما تولش كتير يعني مثلا 30 ثانية ولا حاجة لحد ما الخليط بتاعي يوصل للقوام ده شايفين شكله عامل إزاي هو سائل جدا يعني هو مش زي قوام الفانكيك أو مش حاجة متماسكة هو قوام سائل بس هو المفروض يكون كده هغطيه بقى ويسيبه قد إيه 10 دقيق بس مش محتاج يخمر ولو خمر هيبقى فيه فقعات واسعة قوي وهيبقى فيه فتحات كتير خاصة أن احنا مستخدمين خميرة فورية إنما الخليط اللي بتعمل بالبيكينج فودر بس لو مش مستخدمين خميرة محتاجين نسيبه على أقل نص ساعة بعد 10 دقايق بشيل الغطع بحس إنه ما فيش رغاوة كتير تكوينت وده اللي احنا عايزينه ونسيبه بقى على نار متوسطة وفي أي وقت وحنا بنشتغل لو حاسينا إن الخليط بيدخن أو بيتكون فيه رغوة نزود شوية مياه صغيرين ونقلب لحد ما يدكها نعم تاني سائل نعم تاني درجة حرارة التسوية كمان مهمة جدا أنا بحطها على درجة حرارة متوسطة وبسيب الطاصة تسخن قبلها شوية يعني حوالي 3-4 دقايق على الأقل قبل محط فيها أي حاجة لإن الطاصة لو برد أو سخنة زيادة عن النزوم مش هتسوي القطيف صح شوف اللون بقى أمر اللون دهب الحلو ده وفي نفس الوقت الفتحات من قدام يعني قريبة من بعض ما هيش واسعة لإن الفتحات الواسعة دي بتخليها مخرومة كمان من وراء فده معنا إن الحشوة هتخرج والزيت هيدخل وإحنا عايزين الحشوة تفضل جوه والزيت بر الفتحات في القطيف المفروض تكون صغيرة قريبة من بعض في الحجم وتكون مقفولة من الناحية التانية يعني ما فيهاش إخرام ولو فيها إخرام تكون صغيرة قوي أنا بحب أطلعها فتحة يعني شقرة كده دهب يفاتح ما بيسبهاش تغمق لإن لسه لو هنقليها تاني اللون هيغمقها أكتر بطلعهم بقى كلهم على فوطة وغطيهم بفوطة علشان ماينشفوش ويفضلوا تراي وهم هيطروا أكتر لما يتسابوا شوية ومعلومة تانية وإنتوا بتشتغلوا هتحسوا إن القوام بتاع القطيف بتاع القطيف عمال يدخن فلو تخن زود عليه شوية مية وقلبوا قلبوا لحد ما كل الرغوية تروح وكملوا تاني عشان يطلع كلهم نفس السوا شوفوا شكل قطيف بعد ما ارتحت بتبقى عاملة زي لون دهبي من وراء فيها إطار من بره حرف كده ما بيكونش واخد لون زي ما انتوا شايفين زي اللي بنشتغيها من بره والإخرام كلها صغيرة قريبة من بعد قوي اللي على اليمين دي دي بتبقى معجنة شوية والسبب فيها العجينة مش بتكون سائلة قوي فزي ما انتوا شايفين بتبقى طعمها معجن شوية حتى بعد ما بتقلي وبيكون كميل مشكلة انها من ناحية تانية بتكون مخرمة زي من قدام الاخرام اللي فيها واسعة قوي انا عملت شوية الحجم الطبيعي للقطايف وعملت شوية عصافيري صغيرين هوريكوا طريقة التقديم في الآخر بتاعة دي ودي وعشان اعمل العصافير الصغيرة دي باستخدم معلقة معلقة اياس اللي هي وان تيبل سبون معلقة واحدة بتبقى على قد العصافيري شايفين شكلها كيوت وعسولة اكتر واحدة بحبها هي دي شكلها حلوة قوي وهي بتبقى يعني ايه قطايفوية واحدة اطماء واحدة من غير تقنيب طمير والقطايف الصغيرة دي انا ما بقليهاش انا بقدمها بحشوات كده زي ما هي هوريهلكوا في الآخر بقفلها بس نسخة قفلة وحشية من جوه نيجي بقى للحشوات بتاعة القطايف نقدر نستخدم المكسرات اللي احنا عايزينها ممكن نستخدم عين جمل بندق لوز فول سوداني زي ما تحب هزود عليهم شوية سكر او شوية عسل نحل ورشة قرفة وشوية جوز هند مبشور ناعم وحوالي معلاء او معلقتين من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة او الثمنة زي ما انتوا عايزين وهقلب دول مع بعض والزبدة او الثمنة هتساعد كده كل حاجات تلزق مع بعض نوعا ما فيبقى حشوها اسهل كمان ولو مستخدمين عسل نحل برضو بيساعد الحاجات تلزق في بعض هنقلب الحشوة كويس مع بعض وبعدين نحشي بيها بقى القطايف نحط كمية من الحشوة وما نكترش قوي عشان ترضى تتقفل معنا لو القطايف ما بتتقفلش معاكو بسهولة ده معناه ان انتوا سوتوها زيادة عن اللزوم هي المفروض اول ما تبنش فتشال على طول منشطانية او معناه ان انتوا ركنتوها كتير يعني حاولوا ان انتوا تحشوها في نفس اليوم اللي اتعملت فيه لان هي مجرد ان هي بتنشف بيبقى قفلها صعب جدا انا بما اني عملت كمية قطايف كبيرة فبحب احشيها شوية حلوين شوية حشوات مسكرة وشوية حشوات مملحة من ضمن الحاجات اللي ممكن نحشي بيها القطايف هي الجبن اي نوع انا مستخدمة نوع جبنة كريمي زي كيوي كيري قصدي والحاجات زي كيوي تاني حاجة ممكن نستخدم جبنة عكاوي او جبنة متزرلة بس تكون مش مملحة يعني جبنة متزرلة اللي هي زي البصادن في الحلويات او اي حاجة وبحط برضو كمية صغيرة وقفلها كتير من الجبن دي الملح بتاعها قليل فلو صبين على الوش سيرب أو شربات بتفضل طعمها حلو يعني طعم الجبنة بيمشي مع الحاجات المسكرة لأن هي أصلا متصادم في الحلويات حشيت شوية كمان باللحمة المفرومة واللحمة دي بقى أنا عاملها بالبصل والتوابل وبحط لها شوية دبس رومان بيبدو لها طعم حلو جدا ومعجون تماطم ممكن تنوعه كمان في الحشوات زي ما أنتوا عايزين هي الأطايف أصلا عجينا يعني بيزك ممكن أي حشوة تليق عليها فأنتوا جددوا وجربوا حاجات مختلفة عشان نسوي بقى الأطايف دي ممكن نعمل حاجة من الاتنين يأما أن احنا نقليها اللي هو الطعم المعتاد يأما أن احنا نشويها في الفرن لو عايزين تشويها في الفرن ومش محتاجين تسخنون قبلها أو لأي حاجة شغلوا الفرن من فوق بس اللي هي الشوية أو البرويلر وامسحوا الأطايف مسحة بسيطة من الزيت ورسوها على الصينية ودخلوها تحت الشوية لحد بس ما تاخد لون دهبي مش هتبقى مقرمشة قوي زي المقلية بس يعني أنا بطلعها وقلبها على الناحية التانية لحد بس ما تاخد أرمشة خفيفة من الطرفين وبيبقى طعمها حلوة وخفيفة جدا بحبها بالزيت مع الحشوات المملحة يعني لو عاملة لحمة مفرومة أو كده ما بحبش هقليها أو نقليها في الزيت اللي هو المعداد نسخن زيتها على ضرية حررة متوسطة ما تكونش عالية قوي علشان الأطايف ما تتحرقش مننا بسرعة ولا قليلة قوي علشان ما تشربش زيت لحد ما تاخد لون دهبي حلو وبعدين نطلعها من الزيت نستنى عليها ثلاث دقيق ولا حاجة ونصب بقى فوقها السيرب أو الشربات أو أي إن كان بتسموه ايه أو ممكن نستخدم عسل نحل كرامل حليب محلة مكثف اللي انتو عايزين زي انت بقى كل واحدة والتانية بشوية ده جوز هند مبشور نعم والتانية فصدق برضو مطحون وبس ده شكلها وده لونها شكلها حلو جدا أنا ما بحبش أكتر السيرب أو الشربات أو العسل وغرقها فيه كده يدوب رشة خفيفة وتفضل مقرمشها وطعامها جميل طيب كده شفنا المقلية والمشوية في الفرن العصافير بقى الصغيرة اللي ما بتتقليش بعمل لها خلطة كده من الجبنة الكريمي اللي هي زي جبنة كيري أو فلادلفيا وزود عليها شوية كريمة حلويات أو كريم شانتيل بودر وشوية حليب وشوية سكر بودرة وفانيليا خليط هتلاقوا كل مقادير ومكتوبة تحت في صندوق الوصف ممكن كمان تتحيشي بالقشطة العربي أنا حبيت إن أنا أجدد وابريدكو حاجة مختلفة بس ممكن تتحيشي قشطة نوتيلة الحشوة اللي انت بتحبوها بضربهم لحد ما يبقى قاومهم متماسك شوية وبعدين حطتهم في قمع من قمع التزين عشان يدلها شكل حلو وزي انتهى زي ما انت شايفين كده الحشوة دي طعمها رائع جربوها في أي حلويات وقولوا لي رأيكم طعمها فعلا حلو جدا وطعم الجبنة الكريمي فيها جميل وطعمها شوية مملح على مسكر طعمها حلو قوي اعملوها بقى بكميات كبيرة وخزنوا منها وبالنسبة لتخزنها هي ممكن تتحط في كيس من اكيس دلاجة بعد ما تكوني تحشد يعني ما تحطاش وهي مفتوحة عشان مش هتلزأ تاني لو تجمدت وهي كده نيجي بقى للقطايف العملاقة اللي انا عملتها دي هنعملها زي الكريب المصري كده عارفين الكريب اللي بيباع زي الساندوتشات وبيكون في حشوات جبن وحاجات زي البيتزا نفس الكلام هنا حطيت جبنة شدر مبشورة وزودت عليها زتون اخضر واسود وفلفل اخضر وطماطم وقطع من السجوء ده سجوء فراخ قلبت كل الحاجات دي مع بعض زي خلطة البيتزا وممكن ننوع فيها زي ما احنا عايزين واخدت القطايف العملاقة وحطيت شوية من الحشوة في النص وهقفلها بس بدل ما قفلها من الجنبين هنخليهم تلاتة يعني هقفل لحد التلت كده وبعدين اعمل طرفين كمان وقفلهم وبعدين رصيتهم جنب بعد في صنية ممسوحة مسحة زيت ودخلتهم في فرن درجة حرارتهم متين مقوية لحد ما حسيت ان هم اخدوا قرمشة شوية طعمهم كان حلو جدا فاجئوني تقريبا اي حاجة لو حطنا عليها مكونات البيتزا تطلع طعمها حلو كان طعمهم زي الكريب وحشوة البيتزا طعمها حلو تقدر تحطوا كمان اي سوس عليها او جنبها بصراحة عجبتني وبتأكد ان انا هعملها تاني طعمها كان حلو قوي انتو رأيكم دي تعتبر بيتزا ولا قطيف كتبوا لي في الكوميت شايفين دي بيتزا ولا قطيف وبس كده اتمنى ان انتم هتحتاجوش اي فيديو تاني عن قطيف بعد الفيديو ده احنا غطينا كل النقط وشرحنا كل الاشكال وكل التفصيل بتاعت التسوية والعجينة جربوها ونوعو كده في الحشوات وبعتو لي الصور فان شاء الله تطلع معيك واحلى كمان من اللي كنتو بتشتروها من بره قبل كده بالهانا والشيفة مقدما واشوفكو تاني على خير بكرة وباي باي اشتركوا في القناة